الحمد لله الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى اللهم وسلم وبارك على خير من لجأ إلى الله عز وجل بضعفه يشتكي قوة ضعفه وقلة حيلته وضعفه فكافأه ربه صلى الله سبحانه وتعالى مكافأتين مكافأة أرضية وأخرى سماوية فكان للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المكافأات تشريف وتكريما له أولا كل سنة وحضرتك بخير وطيبة والسادة المشاهدين والأمة العربية يا ربي الخير وبمناسبة الأيام الطيبة اللي احنا فيها وفي أحسن حال يا رب جميعا إن شاء الله في مواقف معينة ممكن حدركت تذكريها إن شاء الله هو أي معجزة بيبقى لها تمهيد يعني بتيبقاش جات من فراح كده فكان يعني معجزة الإسراء والمعراج بدأت من قبل الواقعة نفسها التمهيد لها فكان يعني التمهيد للواقعة بدأ من أحداث الطائف أولا في عام يسمى بعام الحزن مر بي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عام صعب جدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العام ده فقط فيه اتنين من يعني اللي هما كانوا العون والسند ليه فقط سيدنا أبي طالب وهو عمه وإحنا طبعا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم ملد يتيما ورعاه جده ومن بعد جده تولى عمه أبو طالب رعايته فكان بالنسبة له هو الحصن الحصين المدافع عن الدعوة الإسلامية ما كانش حد من كريش يجرؤ أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم في وجود عمه أبو طالب وفاة سيدنا أبي طالب كانت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هزة نفسية كبيرة جدا أصرت على نفسيته لما أصبوا من الألم والحزن فكان سيدنا أبي طالب هو الحصن اللي بدفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحماية ليه فبوفاة سيدنا أبي طالب أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدف من أعداء الدعوة الإسلامية اللي هم أهل كريش فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لأزة كبيرة جدا بالإضافة إلى هذا في هذا العام أيضا تعرض الرسول لأزمة أكثر يعني مر بيها أصرت على نفسيته أكثر وهي وفاة السيدة خديجة رضي الله عنه طبعا السيدة خديجة كلنا يعني التاريخ حافل بمواقفها الكبيرة في الدعوة الإسلامية وهي أول من لجأ إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي لأن الوحي برضو لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو معجزة في حد ذاته فمعجزة لا يستطيع أحد أن يصدقها فلجأ إليها فصدقته ووقفت معاه وسندته فكانت برضو السيدة خديجة يعني إيه لا من المعزة الحضن الدافئ التي كانت تحتضن ألام الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تدعمه نفسيا وتدعمه بالمال وبالقوة وبالستند وبالحنين وهي يعني زوجته وعشرة السنين وأم أو لا أنجب منها البنين والبنات فكان لوفاة السيدنا أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها أثر كبير جدا في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأت كريش تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم فترك كريش وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الدعوة لعله يجد من يستجيب عليه ولكنه للأسف عمر معاملة قصية جدا من أهل الطائف فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله عز وجل ويشتكي والدعاء كلنا عارفين واللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وبدأ يدعو الله عز وجل بما يعاني منه من ألم فكانت الأحداث دي كلها تمهيد لأن ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الرسول تكريم كبير أو لم يكرن به نبي مرسل ولا ملك منزل من السماء فكانت حادثة الإسراء والمعراك بمثابة جبر خاطر للرسول صلى الله عليه وسلم من الأحداث القصية التي مر بها فكان هو ده التمهيد اللي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم فجبر الله خاطره